اشتركوا في القناة في البداية حابة اقول لكم ان في اغلب الاحيان بتشير رؤية الملابس الجديدة في المنام للحالة النفسية والمركز الاجتماعي الخاص بصاحب الرؤية فاذا كانت الملابس الجديدة في الحلم هي ملابس كنت بترتديها في الماضي في الحقيقة ده من الممكن ان هو بيشير ان صاحب الرؤية دي يعني ربما ان هو يستعيد بعض الصفات واشياء كانت لديه في الماضي واذا كانت الملابس غير مريحة في الحلم دي بتشير لعدم الرضا يعني بعدم رضا الشخص او الحالم عن حياته بشكل عام واذا كانت الملابس واسعة دي بتشير لوقوع الشخص في مشكلة تستدعي منه الصبر وعليه البحث عن حل منطقي اما اذا كانت الملابس ضيقة دي رسالة لصاحب الرؤية بانه يعني بانه هيغير من معتقداته وتعديل في سلوكياته الخاطئة اذا كان صاحب الرؤية بيقوم بالحاجات اللي هي غير جيدة في حياته اما اذا كانت الملابس في الرؤية ليست ملكة لصاحب الرؤية وقد يكون استعارها من شخص اخر في المنام ربما تدل الرؤية دي ان الصاحب الرؤية هيقوم بتصرفات على غير طبيعته علشان ينول يعني رضى شخص تاني او علشان يوصل لحاجة هو بيتمنى استكمالا احباف اللاف في موضوع تفسير الملابس الجديدة في المنام عايزين نعرفكم ان الملابس الجديدة في الحلم دي يعني تعتبر رؤية بتدل على خير كتير وفرحة منتظرة بإذن الله في حياة اه الرأي في اه وقت قريب جدا بإذن الله فلو شفت اه اه ان انت يعني بتغير ملابسك حدة مرات متتالية ربما يعني اه معناها ان انت في حاجة لتغييرات قوية في حياتك لتحسين وضعك اما اذا شفت في المنام ان انت اشتريت ملابس جديدة ومجاسة مضبوط تماما مجاسة بالزبط عليك الرؤية دي قد تدل على يعني قيود مفروضة يعني في حياتك ربما في عمل او في علاقتك الشخصية لو شفت ان انت بتغير ملابس القديمة في المنام وبتخلع بتخلع ملابس القديمة وبتلبس ملابس جديدة تعرف ان ان شاء الله في تغيير في حياتك لأفضل في قرب فرج ليك في يعني في رزق جاي لك في الفترة المقبلة ربما استعداد لمجال عمل جديد او زواج جديد او تغيير في حياتك لأفضل بإذن الله اذا شفت ان انت يعني يعني في مكان او في محلات بتشتري ملابس بس ما يعني مش لاجي مجاسك او ملكتش المنابس يعني المجاس المناسب ليك الرؤية دي ربما تشير للحساس بالقلق والخوف الشديد في حياتك وازي شفت في المنام ان انت بترتدي ملابس جديدة ولكنها متسخة وغير نظيفة وجمت بتنظفها بدون جدوى الرؤية دي بتشير لمحاولة الشخص ان هو بيغير من طباعه السلبية وعدم قدرته على تنفيذ آآ زالك بسهولة اما لو شفت في المنام ان انت بترتدي ملابس جديدة ولها ماركة جديدة وغير معروفة دي بتشير لان انت يعني ان صاحب الرؤية ده هياخد آآ مكان جديد في حياتك بإذن الله للتعبير عن آآ ذاتك بشكل افضل وبيتتبشر الرأي بتغيير في حياته للأفضل بإذن الله لو شفت ان انت بتحاول انت زعب ضغط السعر من الملابس دي الرؤية دي بتدل على عدم قدرت الشخص على التكيف مع المواقف في حياته الجديدة ولكن الملابس الجديدة عمتا بتبشر الرأي ربما خب خطوبة ربما زواج قريب ربما يعني حياة نكحة بإذن الله ربما تربيت أبنائك ربما أخلاق حميدة ربما لو شفت في المنام انت بتشتري ملابس جديدة لاطفال دي بتشير لانجاب الولد بإذن الله أو البنت حسب نوع الملابس ولكن الملابس الجديدة عمتا بتبشر الرأي بقرب فرق بتغيير في حياته للأفضل حباه في الله ربما يبشركم بكل خير أتمنى انتوا تبشرون أسفل الفيديو وتكتبون انتوا شفتوا ايه ربما يبشركم بكل خير ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان كانكم توصل لكبر قدركم من الناس وللقاء الفيديو أخرى السلام عليكم ورحمة الله